مرحبا اتخيل عندك عدد لا نهائي من قطع الدومينوز كل واحدة من هاي القطع لها لون مختلف من العشر ملايين لون الموجودين وبعد ما يخلصوا العشر ملايين لون القطع عشر مليون وواحد عليها نقطة بلون مختلف وهكذا مصطفين الوحدة ورد تانية وانت صافن بأول قطعة وبتغسر في مخك بتحاول بكل جهدك انك توقعها باستخدام قواك الخارقة وفجأة بدون سابق انذار بجيك شب شب من امك وانت قايمة لملة ما تبقى من كبرياءك الاطعة اللي كنت صافن فيها وقعت شايف هذا الموقف اتذكر انه هذا ايضا سيمضي وركز معاي هلأ في الدومينوز اعتبر انه كل الاطعة بتمثل حدث في حياتك والحدث اعتبره موقف او تصرف او اي حركة انت عملتها بيوم من الايام السؤال الصعب كم عدد المرات اللي بتقدر ترتب فيها هاي الاحداث او عشان يكون الموضوع اسهل كم اسلوب ممكن ترتب فيه اطاع الدومينوز اذا الموضوع لسه صعب ركز معاي بهذا المثال البسيط عندك ثلاثة الوان مثلا احمر واصفر واخضر بدك ترتبهم بست طرق وهاي الستة جاي من معادلة اللي هي عبارة عن رقم الاحداث اللي موجود عندي مضروب شكل هزي علامز التعجب مثلا ثلاثة مضروب يعني ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد يساوي ستة اذا عندك اربع الوان بتصير تقدر ترتبهم باربع وعشرين طريقة مختلفة واللي هي اربع مضروب يعني اربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد وهكذا اذا عندك فرضا عشر الوان بتقدر ترتبهم بثلاثة مليون وستمية وثمانية وعشرين الف وتمانمية طريقة طيب هذا الكلام يعني انه في احتمالات لا نهائية من السيناريوهات اللي ممكن تعيشها في حياتك لكن انت حاليا بتعيش في سيناريو واحد واللي هو حياتك الآن فهذا السيناريو الوحيد اللي موجود صح؟ او بالاحرى السيناريو الوحيد بينهم اللي صحّت له فرصة بالوجود او او في نسخة ثاني منك في مكان ما برضو قررت لتشوف الفيديو بس ما عجبتها نقطة الشب شب كي برياء هنقح عليها فقررت انها ما تكمله بينما انت قررت تكمله هلا انتو النسختين هدول من بداية ولادتك وما انتو نفس الحياة هو بعيش على ارض بتشبه ارضنا وعاش نفس احداث حياتك بالحرف بس فجأة هو قرر انه ما يكمل الفيديو بينما انت قررت تكمله اذا حاس انو معدتك البت من التخيل فانا عندي نفس الشعور من اغرب النظريات اللي ممكن تسمع عنها يعني كلام العلماء عن الاوتار الفائقة وقطة الشرودنجر بلعناها اما انو في نسخة لكل واحد فينا بمكان تاني على كوكب ارض تاني بنظام شمسي تاني مطابق لنظامنا الشمسي هاي اوفر شوي هلا انت بتحسها اوفر لبين ما تفوت بالديتيلز الديتيلز هاي النسخة عنك موجودة على بعد عشرة قوة عشرة قوة تسعة وعشرين متر من هون ابعد من المسافة اللي قطعها الضو اللي طلع مع الانفجار العظيم قبل 13.8 مليار سنة لليوم هلا لما صار الانفجار العظيم انتشر الضو في كل مكان وهذا الضو اللي هلأ هو عم بقطع مسافة بالكون رحلة سفر هذا الضو هي حدود قدرة مراقبتنا كيف يعني؟ يعني ابعد نقطة بنقدر نرصدها هي ابعد نقطة وصلها الضو تبع الانفجار العظيم لليوم اذا بتجيب هاي المسافة وبتعتبرها قطر لكرة حوالينا طبعا بدك تكبر الكرة كتير بسبب التوسع الكوني بصير في عندك اشي اسمه افق هبل على اسم العالم ادوان هبل اللي اكتشف توسع الكون هاي الكرة هي افق هبل الافق الكوني لكن في لها اسم تاني اسهل مستخدمه اكتر واللي هو الكون المرئي وبنفس الكيفية توأمك لبعيد في عندهم افق كوني زينا لكن ما منقدر نشوفه ولا اجتنا منه معلومات لحد الان هذا يا صديقي هو ابسط تفسير لاشي اسمه الاكوان الموازية او الاكوان المتعددة حلو؟ لا مش حلو ممكن تقول لي انتو هيك قاعدين بيتخلطوا الهرتقات والتهيئات مع الفيزياء بس لما تدقى بالتفاصيل بتلاقي انو الحدود المعرفية بين الفيزياء والمتافيزيقية بفصل بينها اشي بسيط جدا واللي هو انو النظرية هاي ممكن اختبارها في تجربة او لا مش انو هاي نظرية حلوة ولا غريبة ولا على كيفي ولا مش على مزاجي بالزمنات كانت الذرات من المتافيزيقية بعدين عملنا ادوات للبحث وصار بامكاننا انو نكتشف مكونات الذرة ومكونات مكونات الذرة حتى كروية الارض واثبات انها مش مركز الكون كانت واحدة من المشاكل الكبيرة اللي بتواجه العلماء لدرجة انو هجروهم ومنعوهم انو يحكوا بالموضوع قال ليه مثلا حكموا عليه بالمؤبد ومات وهو تحت الاقامة الجبرية بسبب هذا الموضوع لكن هاي اللي كانت يومها تعتبر هرتقات هلأ صارت حقيقة هلمية زي الشمس حلو نرجع للأكوان تطور التكنولوجيا الهائل اعطانا فرصة انو نختبر اجزاء بسيطة من النظرية هاد الاشي بعني انو النظرية تخطط مرحلة انها مؤهلة ولا لا بل وصلنا لمرحلة انو نحاور نحفر بالتفاصيلها ونشوف هل فيه لها مستويات مختلفة؟ شو مستوى العمق اللي عم نحكي عنه؟ وبكلمة عمق بيكون اصدنا تغيير في الرياضيات وتوصلوا لاربع مستويات عمق كل المستوى اعمق من اللي قبله اليوم بدنا نزدحم في القاع مع بعضينا المستوى الاول بقولك هذا المستوى انو نسختك موجودة بمنطقة خارج افقنا الكوني الكوني اللي هي فيه عنده نفس قوانين الفيزياء تبع تكون نهاد لكن توزيعة الارقام مختلفة شوي تاف يعني يعني اذا انتو التنين رميتوا كرة باتجاه الارض الكرة رح تتصرف بنفس الطريقة بالضبط عندكم انتو التنين لكن الفرق انو كل واحد فيكم رح يكون عنده معادلة رياضية مختلفة بالقيم بتوصف اللي صار هذا المستوى من النظرية عبارة عن فضاء لا نهائي وبتم ترتيب المادة فيه بطريقة اسمها الترتيب الارقوديكي هاي الكلمة صعبة بدها شوية تركيز وشوية جوجل اما الدلائل على وجود هذا المستوى فهي اشعاع الخلفية الكونية كوزميك ماكرويف باكراوند رادييشن واشي تاني انو لحد الان مبين معانا انو الفضاء لا نهائي وانو وين ما تتطلع بالكون ما بتلاقي تشوهات غير مفسرة باستمرارية قوانين الفيزياء ما بتلاقي الا التناغم التام جميل جميل اما اذا تعمقنا شوي المستوى التاني بقولك انو نسختك موجودة في فقاعة وهي الفقاعة موجودة في محيط من الفقاعات التانية كل كون فقاعة هاي الاكوان عندها نفس المعادلات الفيزيائية الاساسية زينا لكن في عندهم خصائص مختلفة شوي زي مثلا ثوابت المعادلات عندهم مختلفة الابعاد كمان مختلفة يعني زي ابعادنا بس مش ابعادنا وحتى تركيبة الجسيمات وخصائصها مختلفة عندهم شوي طيب من وين اجه هذا المحيط من الفقاعات الكونية؟ العلماء بقولوا انو ممكن يكون تضخمات فوضوية فسرها عاد هاي طيب شو الدلائل على هذا المستوى؟ الدلائل بتقول انو هذا الكلام بيفسر استواء الكون بمعنى اخر تسطيحه وكمان بيفسر احادية القطبية ومشاكل الافق الكوني وبيفسر برضو بعض المعادلات الدقيقة جدا زي ثوابت البلانك وشحنات الكواركس وتذبدب لجرافيتون من طرف واحد اما المستوى الثالث فهذا المستوى بيحمل نفس خصائص المستوى الثاني بس عاد دخل في شو؟ دخل في ميكانيكا الكم وحكى انو الاكوان الموازية تحكمها هاي الفيزية المجنونة طيب شو الدلائل؟ هلا الدلائل الرياضية صراحة ممتازة جدا لانها قدرة تتوحد الفيزية المختلفة زي مثلا الميكانيكا الكم والنسبية اللي كل واحد فيهم من عالم بتحسه كوحدة وحدة وانو رياضيا هي ابسط نموذج للأكوان المتعددة قربنا نوصل للقاع المستوى الرابع عاد بقولك انو هاي الأكوان بتتكون من أنظمة رياضية مختلفة تماما مع من كون اللي احنا فيه وهذا الاشي بعني انو الفيزيا بهاي الأكوان التانية ما الآية علاقة بالفيزيا اللي بنيعرفها هون ويعتقدو في هاي النظرية انو وجود النظرية في العالم الرياضي بيحتم وجودها في العالم الفيزيائي حلو كتير، حلو كتير هذا هو الكلام الجميع بيقض كله هل يعني انو فيداع اكوان موازية ثانية ممكن يصير انو فيها اوشي 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 هلا ارى شوف حسب لأن الجواب بختلف حسب أي مستوى عم تحكي مثلاً لو كان سؤالك في سياق المستوى الأول فالجواب لا مش أي إشي أي إشي ممكن يصير حيصير بالرغم من وجود عدد لا نهائي من نسخك مثلاً بالمستوى الأول من النظرية لكن القوانين لساتها ثابتة يعني مثلاً مستحيل الإلكترون عندهم يضمحل ويصير بروتون لأنه هذا الإشي منافي لقوانين حفظ الطاقة بالفيزياء تبعتنا لكن من الممكن أنه بوحدة بهاي الأكوان المتعددة تكون أنت فيها صاحب نظرية الأكوان المتعددة فعلي ممكن جداً أنه ما تقتنع فيها لأنه الفيزياء مأمنة حالها بتقولك ممكن في نسخة ثانية منك مقتنعة فيها تماماً بس على الحالتين صراحة مش كثير رح تفرق لأنه الحلو بالفيزياء أنها مش محتاجة يقتنعنا فيها بل محتاجة أنها تثبت حالها بالأرقام That's all it needs ونظرية الأكوان المتعددة عندها المقومات الأساسية عشان تحاول تثبت حالها بالمستقبل بالآخر فيه عليها دلائل أكتر من الدلائل على وجود الزمن إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحبين تساعدوني بتقدروا تدعموني على Patreon كمان على Patreon كل شهر رح نعمل Live Session بتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء إلها علاقة بالعلم بالحياة يعني إن دردش إذا مهتمين بالموضوع رابط Patreon بتلاقوه بصندوق الوصف سلام طيب فاش دعي نحكي بموضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي الجرس يرن إلى آخره بصراحة لازم أذكرك أو أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات الثانية يا أخي اسرحي بخيالك تشوفي الفيديوهات الثانية تشوفي الفيديوهات الثانية